نتانياهو ما نقدرش نقوله انه مش مزنوق زن او حشاوي يعني احنا دايما برضو بنقعد نرسم صورة للناس دي ونهول فيها ونقعد ننفخ فيهم واعتقد النفخة دي فيه اوقات كتير بتكون نفخة كدامة هو اتزنق زنقة كبيرة جدا وتفاجئ فعلا بيوم 7 اكتوبر وتهزم هزيمة كبيرة جدا هيدفع تمانها لعشرين تلاتين سنة قدام لكن هو دلوقتي فيه تغيير في الخطاب بتاعه وكانهم بيقول خطاب ديني او انها حرب دينية ليه لجأ للموضوع ده ليه لجأ اللي هو الخطاب الزيني مؤخرا وان احنا بنحارب العرب دول هما العمليق وانحنا لازم نقضي على العمليق شوفي هو نتانياهو رغم انه هو كان قبل كده يعني بيقدم نفسه بصورة العلماني وبيتري على فكرة ان حكم تلمود ده اللي هو شروحة والتفاسير الوضعية للتوراق والعهد القديم تمام فهو كان بيقول للامريكان ان التلمود لا يحكم اسرائيل وهو نفسه لما في ثلاث اربع حوارات له اخيرة دايما كان لازم ينهي بايات من العهد القديم او الانجيل وفكرة ان هو ينهي من العهد القديم ده لي اسقاطه بس فكرة ان هو حتى كمان من العنجيل ده عشان ايه يقوي فكرة الحرب اللي هو البعض بيسميها الصليبية بس انا بسميها المسيحانية هي الصهيونية المسيحية عشان يقوي معسكر الغرب الحلفاء ليه المرة دي هو بينعم بالدعم غير التقليدي دوت لان طبعا في اسقاط او تواصل ما بين حرب غزة وحرب اوكرانيا فبالتالي كل الغرب على غير المعتاد يعني واقف واقفة بشعة جدا مع نتنياهو خلينا نقول ان نتنياهو نفسه بيتسلح بكل الادوات دي عشان يحاول يبقى بايدن اللي هو بياخده دايما بالحضن واكنه هو ابنه اعتقد ان الادارة الامريكية دلوقتي شايف ان نتنياهو بقى عبق عليها هو فعلا زي ما حريك بتتكلمي بتتكلم على فكرة مرحلة ما بعد نتنياهو وبني جانتس اللي هو الحليف اللدود ليه اللي هو موجود معه في كابينات رئيس الاركان ورئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع هو المرشح الامريكي لخلافة نتنياهو بشكل كبير حتى طلب من نتنياهو طلب غريب جدا لان انت لازم تقدم خبرتك لان بني جانتس معروف ان هو ليس لديه الخبرة الكافية في هذا المنصب لازم تقدم خبرتك السياسية والادارية لبني جانتس وده امر مزعج جدا بالنسباله عشان كده بيعمل كل حاجة ممكن يوصل لها انا بس عايز اقول مفارقة غريبة جدا كل الناس ايمى بهوجة كبيرة والسعودية والعديد من الدول حول العالم كله معترضة على الوزير المتطرف الاسمه عميخاي الياهو لما قال ان من ضمن خياراتنا ان احنا نضرب غزة بيقم بلا نووية ده الوزير اللي طلع اه انا احنا فيه احتمال من الاحتمالات ان احنا نضرب غزة بالنووية صحيح طيب ما هو احنا بقالنا خلال الشهر ده ضربوا كلهم ربع قم بلا نووية لا اسرائيل ضربة 3 اضعاف الدرب اللي كانت تعرضت لينا جزاكي وهيروشيما مضروبة بيها غزة يعني 3 اضعاف القنبلة النووية فانا مستغرب الناس مستغربة ليه اه ما اتضربتش مرة واحدة مثلا يعني اتضربت على خلال الشهر جباليا نفسها خدت خدت 6 طن مخيم حجته انهما كانوا بيدراب عايزين يستهدفوا قيادي واحد اغتالوا او استشهد في القصة دي 500 واحد والحي كامل راح مخيم جباليا بحاله راح 40 بيت ب6 طن ده 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 مشهد من المشاهد في بداية الحرب زي ما حاليك بتقولي كان فيه فعلا ربع ربع القنابل اللي نزلت على نجازاكي وهيروشيما نزلت خلال 3 اربع تيام فانا مش عارف الناس لانما مش متابعة لانما من كتر الدم مش اغدى بالها لانما بقى اعتيادي وده استاذ اميرا الخطر نحن نعتاد على مشاهد الدم ومشاهد الاشلاء للاطفال والنساء والشيوخ وخلافه وهم عايزيننا نوصل لده بوسي هو من قوة المقاومة ومقوة الشخص الفلسطيني اذا كان طفل او غيره انت حتى لو تتابعي الفيديوهات بتاعة الاطفال وهم بتكلموا بها هذه الجسارة اقوى من رجال كتير في اماكن كثيرة جدا واحد يعني بيتعلم منهم والله او الله فعلا تعلم منهم الولد يكون طالع من تحت الانقاط وبيدور على اخوه فيه صورة اليد بقبضة قبضة كده هو خلاص يتوفاه الله بس برضو بالقبضة برضو بالعزيمة مفيش هزيمة فاحنا محتاجين زي ما حدريك بتقولي ان احنا نتعلم منهم وايه ونسترشد في القام الجاية ايه المربع اللي جاي لان ده في غاية الاهمال انه الضغوط علينا كتير جدا ايه الضغوط بقى اللي بتمرس علينا دلوقتي الا او احنا بنكلم عن مصر لانه خلي بالك اه لانه ده ما بيتمش الاعلان عنه بشكل كبير هل احنا بنتعرض لضغوط سواء كان اقتصادية او سياسية بشكل كبير شوفي هما بيضغطوا الاول وبعدين بيسربوا الضغوط يعني هما دلوقتي كان فيه وفد امني اسرائيلي جي القاهرة وكان ليه العديد من المطالب ورفضتها القاهرة برمتها وعشان احنا ما نبقاش احنا اللي بنتعنت او احنا اللي بنوقف في الدنيا يعني كان حصل الاتفاق على حلول الوسط اللي تم خلالها اخراج عدد من الرعاية الاجانب مقابل دخول عدد كبير من الجرحة تمام وكمان اتكلمنا على فكرة المستشفى الميداني في عدود وكلام من هذا القبيل لما اتضربت بعدها بيومين ثلاثة السيارات الاسعاف اللي جاية بتسلمنا الجرحة احنا وقفنا ايه الرعاية الاجانب لان ده هيخلي الدول الغربية اللي هي صحاب الجنسيات دي تضغط على اسرائيل ايه بشكله وباخ لما اسرائيل لقيت اللي احنا ما فيش فايدة فينا في فكرة الترانسفير حتى لو جزئي حتى لو مؤقت راحت للامريكان عشان يضغطوا وراحت للأوروبيين عشان يضغطوا ويقولك طب هنسقط عنكم الديون اللي البنك الدولي طب هنشوف كل الديون اللي عندكم لاته اكتر من 165 مليار فكرة اللعب بالشكل دوت على الازمة الاقتصادية المصرية ده مرفوض بشكل كبير الملف ده محدش هيقرب منه واحنا كشعب متحملينه ولو اي حل مش هيكون هو فكرة ان احنا نقبل بالحلول اللي هم عايزينها دي واكتر حاجة في الموقف ده ايجابية ان الفلسطينيين نفسهم رفضين ان هم تعلموا من التاريخ ايوا فعلا غلطة النجبة الاولى وقالوا لا احنا مش هنسيب مكان